نشوف طاقة الانتقام والغضب والغل دي بتأثر على مين؟ بتأثر عليه هو أنت بتبقي قاعدة بتشربي سم ومستنيها هو اللي يموت مين اللي هيموت بقى؟ أنا اللي هموت لأن أنا قاعد شايل جوايا طاقة سلباش جدا جدا متقلاني وتعباني وقاعد بتابع وقاعد برائب وقاعد بدعي عليه وقاعد بقول حسب يا الله ونعمل الوكيل وقاعد مركز معاه هو وهو عايش حياته طبيعي جدا جدا طب أنا لو ما خدتش قرار أن أنا أتخلى عن طاقة الغل والغضب والرغبة في الانتقام اللي جوايا أنا اللي هفضل عايش بتعذب وهو عايش طبيعي مش عشان هو كويس ولا علشان هو حلو لا علشان أنا بتصرف مع طاقتي غلط طيب أعمل إيه علشان أتخلى عن الطاقة دي؟ أسأل نفسي سؤال هل الغضب ده هيفدني بشيء؟ هل الرغبة في الانتقام دي هتحل المشكلة؟ هل هو لو حصل حاجة حتى لو اتشاف غليلي هيتشفي غليلي كم يوم؟ يوم يومين؟ تلاتة؟ طب أنا هو هيرجع تاني طبيعي وأنا هيرجع تاني لنفس الدايرة فأنا بشوف أن البني آدم اللي ربنا يخلصه من إنسان مزيف ولما ربنا يكشف لنا وش حد كان مزيف أنا بشوف أن ده نعمة كبيرة لو قدرت أبص الموضوع من زاوية تانية وقدرت ما أتوقعش من الدنيا دايما أو من الآخرين دايما إن هم يكونوا بالشكل اللي أنا نفسي فيهم ده هيساعدني لو قدرت أن أنا أدعي ربنا أن هو يرفع عني الطاقة ده ده هيساعدني لو بني آدم بلاش المسأل الشديد بتاع الرجل اللي ساب ست لو بني آدم أنا اتدايقتي منه أنا اتدايقتي من إيمان مثلا في حاجة ورحت وقلت له يا مان باعتاب أنا متدايق منك في واحد اتنين تلاتة ده هيرفع من عندي طاقة الغضب دي طبعا بيرايح العتاب الصحي في حاجة اسمها العتاب الصحي مشاركة الاستياء إن أنا بتكلم معاكي بقولك يا مان أنا كنت مستني منك إن أنت تعملي معايا واحد اتنين تلاتة وأنا بقولك الكلام ده عشان بحبك مفضلش كاتم جوايا بس طبعا بعاتي بمين وليه هل أنا باقي على البني آدم ده وهل أنا عارف إن البني آدم ده بيحبني بس هو في نفس الوقت ممكن يكون فاتته ممكن يكون محتاج لفت نظر مني آه طبعا بيرايح تمام كمان برضو ممكن أروح لحد professional أسأله أقوله أنا عندي طاقة غضب هل أنا عندي حق أقوله لا والله يا وانت ما عندكش حق لأن انت حطيت نفسك في وضع دوت انت تنازلت انت سبت الباب مفتوح فانت ده نتيجة لأن انت مخدتش إجراءات قوية وقررت ان انت تتنازل